نادي الزمالك يعني موسم اللي فات وهو كان يعني بحقق أرقام عظيمة جداً لقينا الكيرف كله تقريباً انحضار شديد جداً لو عايزين نستنسخ تجربة كولر الزمالك فين من التجربة دي معاهم مدير فني إخوان كارلوس مدير فني عالمي السيفي بتاعه قوي جداً نطلع من اللعبكة اللي موجودة في نادي الزمالك إزاي يعني الزمالك كان عنده استقرار المشكلة مش كبيرة في زمالك لأنه هو بطل الدوري بأول سنتين إذا كنا تكلمنا أو بنتكلم يعني لكن أي فرقة بيحصل لها هبوط يعني اللي فاربول ما كان بطل الدوري والنهاردة بيلعب مباراة وهو بعيد جداً عن المنافسة وبينهي الموسم حصل مشكلة فنية في نادي الزمالك وحاجات إدارية لكن كان فيه استقرار لما كان فيه استقرار الزمالك خد بطولات يعني خد بطولتين أما الآن لا فيه مشكلة طبعاً مدير فني جاي جديد هو جاي على لاعبين جاي فوق تحرج لازم يعمل حاجات معينة هنقول عليها دلوقتي عشان خاطر أنه هو يقدر أنه ينقذ الموسم بالتدريب النادي الزمالك يعني في حالة ينقذ الموسم موسم خلاص بيخلص يا دكتور يعني بقدر الإمكان عشان بطولة العربية فإحنا في الحالات اللي زي دي أول حاجة يعني نقول لا ما تغيرش أنت جاي ما تغيرش طريقة اللعب يعني دي حاجة طبعاً يعني غريبة جداً المفروض أي يعني مش بكلم حالة زمالك في الحالات المشابهة لا أنا ما غيرش طريقة اللعب طبعاً أسف ممكن يعني لو قلنا حبيبت طالب أخوان كارلس أنه ما يغيرش طريقة اللعب طبعاً كولر غير طريقة اللعب النادي الآلي كان النادي الآلي كان بيرعب كان بيرعب 3-2-4-2-3-1 وكولر غيرها الـ 4-3-3 أخوان كارلس أسوريو حبيبت طول لا ما ينفعش أنه غير طريقة دلوقتي هو جاي بطريقة مشتقة من 3-5-2 لكن هو مستر كولر كان جاي في بداية عنده وقت أنه هو حضرتك أنه هو يعمل لكن أنت جاي في وقت دلوقتي في فترة حارجة لا أنا عايز الحاجات المشابهة دي بنقول كذا نقطة كده عشان نادي الآلي أولاً ما غيرش طريقة اللعب ثانياً لازم أركز على قوام الرئيسي للفريق مع بعض العناصر اللي عندها دوافع مهم جداً أنا أركز في الفترة دي على بعض الكرات السابتة كسلاح مهم جداً أنا أركز على بعض النواحة الدفاعية لأنها تخيليني أن أنا ما أتغلبش مهم جداً أن أنا أركز على تجميع اللعبين بشكل أكبر ممكن أعمل نظام اليوم التدريبي الواحد اللي عاشها اللعبها محتاجة أن هي تقعد بشكل أكبر مع بعض ده عشان أنا أدخل بطولة عربية مهم جداً أن أنا أبعد بعض اللعبين اللي ممكن يكونوا محبطين للفريق وأخيراً لازم أكون أسيطر على غرفة الملابس على قط اللبس وكان زمان لما قاله فريرا كان ناجح يمكن برضو الحاجة الفنية اللي أنا عايز أقول عليها الناس بنحتارة طيب عناصر اللي فريرا قالها وكان عناصر جديدة وخادت بين شرقي ماشي وساسي لا هو فريرا غلط لأنه طلع عناصر جديدة عمل روتيشن وطلع أولاد صغيرين وبعدين بعد ما إداهم فرصة كبيرة رجع تاني يعني دي غلطة فريرا رجع تاني عكانهم فأنا لما عمل روتيشن ودي ناس وينجحوا ويغطوه لغياب طرق حامد وساسي وكده يبقى هنا لازم يكون فيه ميزان لازم أبتدي أننا ماركنهمش بقى تاني وده اللي حصل ده الدروب اللي بتاع نادي الزمالك طب إحنا شفنا يعني لعيبة كانت في نادي الزمالك كانت يعني كان أكثر من رأى عزيزه يعني كان يعني بشكل كبير جدا تقريبا كان أفضل لعيب في مصر سنة اللي فات لعيب في أحسن للأسف الشديد مستوى نزل تماما فنعمل إيه يعني هل المنضوع منضوع فني ولا منضوع نفسي ولا إيه لا لتنين لأنك أنت موجود في في وقت اللعيب اللعيب التنادي الزمالك معزورين أنا بشتغل مع مدرب بقى لي فترة وبعدين بيجي تغير عليها اتنين مدربين فأنا هون مدرب مش عارف أنا بفقد الحماس والمدرب ما بيعرفش أنا عايز إيه المطلوب مني ولا أنا عارف المدرب بطالب مني إيه يمكن زيزو بالذات هو موجود عايز يعمل كل حاجة شايف الفريق يعني مش في حالة طبيعية هو عنده أحسن لعب كان في مصر موجود فده بيخليه حتى أنه هو ما يقديش الأداء طول ما انت مضغوط ممكن حتى يكون في الحالات اللي زي دي اللعيب عايز يتضرب أكتر فبالتالي لما يتضرب أكتر يبقى عنده حملة زيد أكتر فيحصل له مشاكل أكتر فهو فهم أنه كل ما يبزي موجود أكتر أنه هو عايز ينقذ الفريق وينقذ الاسم وكلام ده هو ده دي المشكلة يعني الموجود ومشكلة لعبة نادي زمالك أن تغيير المدرب للعب المصري بيفقده حماسه وبيفقده أنا في كيميا بيني وبين النهاردة اللعبة في كيميا بينها وبين كولر مثلا في النادي الأهلي كان في كيميا بينه بين المدرب عارف إمكانياتي إيه عارف هيتطورني إزاي عارف إيه اللي النقص اللي عندي لكن ده نادي الزمالك لما يتستقر المدير الفني ويبدأ من أول السيزون أي مدير الفني سواء المدير الفني موجود أو إذا كان جيم هيبقى الأمور بتقريب أحسن